طبعاً يعني أهلاً وسهلاً بالأستاذ حسن مستكاوي طبعاً منور كابينة التعليق وكنت أتمنى النهاردة وتامر سقر طبعاً في زده أكيد وأنا بكلم تامر دلوقتي قبل ما أكمل معاك كنت أتمنى أكون معاك عشان أركب مرجحة من مرجحي اللي طلع ورائك حاجة جميلة والله حاجة جميلة قولي يا أستاذ حسن عايز تقولي إيه لا طبعاً ده تحياتي للفريق كله وكل الناس سواء اللي بزيده الستوديو هنا إن شاء الله نشوف مباراة حلوة وجميلة ونتبسط والناس كلها تتبسط عشان إحنا في عرض يعني كبير جداً للكرة المصرية كابتن متحة يعني أنا شاف أن أنت المكالمات بيجي لك قبل المتش مع أن أنا قفله لكن من قوة المباراة مستحملش القفلة اتفتح لوحده يا كابتن طبعاً 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 يعني النهاردة كابتن مباراة خاصة جداً وأعتقد كمان أن النهاردة مباراة تاريخية يعني النهاردة عنصر التعليق وجود كمان حسن مستكاوي مع حضرتك أعتقد النهاردة تجربة جديدة بص يا كابتن سيف النهاردة أنا طبعاً بقى في الموبايل وأنا بكلمك النهاردة مفيش كلام إن إحنا محصوظين جداً كأون تايم سبورت وكالناس كلها إن يبقى عندنا نهائي لأول مرة إفريقي دوري أبطال من بلد واحدة فريقين ده حدث تاريخي في حد ذاته بتلقي علينا مسئولية وأنا من دلوقتي بقول وهرجع أكرر في التعليق وهقول من البداية هو يا أستاذ حسن الناس تفهم إحنا عايزين نمتعكو عشان نمتعكو اللي يجيب جون نهلل ونهيص زي ما إحنا عايزين وإلا هيبقى دمنا تقيل إحنا ما نعرفش مين هيجيب جون ومين هيكسب وأكون عارف لا والله ما أعرف إذا كنت تعرف قللي فإحنا من دلوقتي كده هنصبغ على كلامنا صبغة الحيادية الكاملة كما هو معتد بالنسبة لنا لكن بننبه الناس يا كابتن سيف هنهلل ونهيص للي هيجيب جون وهيكسب واللي مش هيكسب وما عندوش حظ النهاردة هنوسيب كلمتين حلوية بس كده هارض لك حلو قوي آه هارض لك وتتعوض وحاجات كده كلام الحلو ده كلام الحلو ده اللي هو ما يجيبش تامل كمان يا كابتن عايز حضرك تفكر الناس إن الناس النهاردة كلها مصر النهاردة موجودة مع حضرتك على الأرض يعني إحنا حنسلم حضرتك إن شاء الله الساعة 9 إلا 10 على القناة الأرضية فدي نقطة مهمة علشان الناس تفهم إن موتك للتعليق هتبقى موجودة فين والله لك أن تتخيل وأنا بأقسم لك بالله إن من ساعة ما أون تايم سبورت أعلنت إن المباراة دي على التردد الأرضي أنا بروح موليات وبروح هنا وهنا الناس بفضل الله بتتلموا وبتاع كله بقى حريص إن هو اللي ما عندوش أرضي بيجيب أرضي وأنا بقول للناس من دلوقتي شيء عظيم جداً عندك أرضي ليه؟ ماتشات الأهل والزمالك والمقاولين والبيرامدز وأي فرقة عرب مصرية تانية تخش أرضي تتفرج ببلاش بالإضافة للمنتخبات الوطنية المصرية اللي على ملعبك ببلاش ناهيك بقى عن الاستوديو العظيم اللي انت بتعمله والكابتن ساري بيعمله الناحية التانية وإذا كان موجود الكابتن شبير أكيد بيعمله يعني هنمتع الناس إن شاء الله بإذن الله متعة ما تفتهمش إلى أن نحصل على الحقوق الفضائية احرصه على القنوات الأرضية النهاردة كابتن القفل النهاردة لصالح مين من وجهة نظرك كتوقع سريع كده كان عبدالله قبل كده كان ليه حتة كده بتاعت خد لي شقة جنبك النهاردة مين حياخد فيلا مين النهاردة حيعمل إيه يا عبدالله يا أخويا سماح وسيبك من اللي عد وراح بص بقى النهاردة احنا جاهزين قوي بإذن الله بمشاعة الرحمن دورنا هنعمله كتعليق وطبعا كتحليل ما فيش أجمل من الأستاذ حسن مستكاوي يبقى ان هم يدونا مباراة فنية حلوة هتلاقي حاجات بإذن الله ان شاء الله وليدة الموقف طلعة تمتع الناس ويحفظوها كالعادة ان شاء الله